والله العظيم والله العظيم ثور عليكم بالحاويات انطلعكم والله العظيم والله والله انطلعكم بالحاويات والكم ما تنضرب ما تنضرب اليسوء بالناصرية ما بين بغداد والناصرية وحزيران وتشرينة لا فرق يذكره الترقب الحذر يسود الأجواء في ذيقار وذلك عقب يوم واحد من أحداث عنف وصدمات حصلت بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين خرجوا أمام شركة نفط ذيقارة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم ووفقنا لمصدر في مجلس المحافظة فأن توجيهات صدرت من بغداد تدعو إلى التهدئة بعد تسريب مقاطع فيديو تبين استخدام القوة في تفريق المحتجين خصوصا من النساء المطالبات بالتعيين ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظة ذيقارة جلسة طارئة لبحث تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة والتي أسفرت عن وقوع جرح بين الطرفين تعتبر ذيقارة ثاني أكبر محافظة على مستوى البلاد في وتيرة الاحتجاجات كما أنها تعد مركزا لحراك تشرين في الجنوب وتعيد هذه المقاطع المصورة للأذهان قمع الخريجين في بغداد عام 2019 والذين كانوا سببا مباشرا في ولادة الاحتجاجات وألنت وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع في برلمان فتح تحقيق بأحداث العنف هذه وفي البداية اندلعت التظاهرات بشكل سلمي إلا أن التوترات تصاعدت بسرعة عندما حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين وأدى الاشتباك إلى إصابات متعددة بين الطرفين ويعود السبب في التصعيد إلى تنافس بين الأحزاب المسيطرة على المحافظة فيما يخص تقسيم المناصب العليا وهو ما ولد حالة من التذمر في الشارع بالناصرية واصطم خاوف من أن يمتد الاحتجاج إلى المحافظات المجاورة بحسب المصدر نفسه